عندما قال مأهد واشنطن للدراسات إن إيران غيرت تسمية ميليشيا الحشدة تابع لحكومة السوداني إلى فصيل المقاومة المنضوي ضمن الحرس الثوري فإن ذلك يحمل دلالات واضحة لارتهان الميليشيات بشكل كامل للمشروع الإيراني وينسف دعوى خضوعها لسلطة حكومة السوداني المفترضة على أنها جزء من المنظومة العسكرية الرسمية مراسم عزاء الرئيس الإيران إبراهيم رئيسي وموقف زعماء الميليشيات منه يؤكد بشكل واضح كما يقول مأهد واشنطن أن ميليشي الحشد لا تخفي تبعيتها الكاملة لإيران وأنها تتجاوز حدود الحكومة ببغداد المفترض أنها تتعامل من مبدأ التمثيل العراقي يقول المأهد الأمريكي أن طريقة تعامل زعماء ميليشي الحشد مع حدث وفاة رئيسي يؤكد أن الميليشيات تنضوي اسميا تحت مسمى الدولة العراقية من أجل التخصيصات المالية بينما فعليا تتصرف كأنها جزء لا يتجزأ من الحرس الثوري الإيراني أمر لا يخفيه أو يتحرج من ذكره قادة الميليشيات أنفسهم فهذا زعيم ميليشي العصائب قيس الخزعلي في عزاء رئيسي يتكلم عن وحدة الدماء في محور ما سماه المقاومة دماء وبركة الشهداء هي الآثار العظيمة في تقوية محور المقاومة ليس فقط على صعيد الميليشيات بل حتى القضاء الذي من المفترض أن يكون بعيدا عن الأجندات ها هو رئيسه فأقزيدان يتكلم عن علاقة خاصة تربط القضاء في العراق بإبراهيم رئيسي القضاء بشكل خاص تربطه علاقة خاصة للسيد الرئيسي منذ أن كان نائبا لرئيس القوى القضائية ثم أصبح رئيسا للقوى القضائية ثم رئيسا للجمهورية أعزاء رئيسي كذلك كان فرصة لإملاءات عسكرية تأتي من طهران إلى الميليشيات في العراق حيث كشفت مصادر مطلعة عن توبيخ قائد الحرس ثوري حسين سلامي كلا من فالح الفياض وأبو فدك بسبب عدم سيطرتهم على كامل فصائل الميليشيات محذرا إياهم من أي تصعيد داخل الحشد أموال عراقية تهدر لبناء أجسام عسكرية غريبة عن حاضر العراق وتاريخه ربما هذا أكثر ما يحز في نفوس العراقيين